مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس ديد يوم رح نأخذ مثال عن مطابقة كشف البينغ رح نأخذ المثال التالي هذا هو مثال عن كشف البينغ مثال في 1.4.2016 استلمت شركة بغدان تجارية كشف البينغ لشهر عذار حيث ظهر رصيد الشركة دائما بمبلغ 584.500 دينار طبعا رصيد الشركة لدى البينغ يكون عادة بالوضع الطبيعي دائما وإذا كان مدينه سيتم وضعه بين قوسيا إذن الوضع الطبيعي لرصيد الشركة بموجب كشف البينغ لازم يكون دائما باعتبار أن الشركة هي لمخالية فلوس يمنبصر في حين كان رصيد البينغ بموجب سجلات الشركة بتاريخ 31 ثلاثة مدينة بمبلغ 485.000 دينار إذن هذا أيضا وضع طبيعي منه البينغ يكون في سجلات الشركة مدين عند التحريع عن أسباب الاختلاف بين الرصيدين تبين ما يلي ثلاثة أسباب الاختلاف بين الرصيدين والمطلوب من عندي ثلاث مطالب هي إعداد مطابقة كشف البينغ لشارعات آم بطريقة الوصول بالرصيدين للرصيد الصحية وإثبات القيود المحاسبين اللازمة لتسوية حساب البينغ في سجلات شركة بغداد ومن ثم تصوير حساب البينغ في سجلات الشركة هذا هو المطلوب الأول حتى نعمل كشف المطابقة راح نسوي نموذج لمطابقة كشف البينغ هذا النموذج مثل ما تعرفنا عليه يضمن جانب للسجلات وضع جانب لكشف البينغ راح نبدأ نقرأ فقرة فقرة من السؤال ونعرف وين مكانهم بداية ذكر أن الشركة استلمت كشف البينغ وظهر الرصيد الشركة دائن بمبلغ 584.500 دائن هذا هو رصيد كشف البينغ وبالتالي راح نثبته بهذه الجهة 584.5 في حين كان رصيد البينغ بمجب سجلات الشركة مدين بمبلغ 485.000 دينار هذا هو رصيد السجلات راح نثبته بجانب السجلات بعدها هذه الرصيدين مختلفات فراح نشوف شنو أسباب الاختلاف وإشقد الرصيد الصحيح نقرأ السبب الأول حصل البينغ لصالح الشركة ورخة قبض بمبلغ 125.000 دينار فضلا عن إيراد فائدة 5000 دينار واستقطع عمول التحصيل بمبلغ 1000 دينار ولم يرد الإشعار الخاص بها إلى الشركة إذن البينغ أجرى عمليات إضافة وسحب مبالغ من حساب الشركة لكن الشركة لا تعرف بهذه الموضوع ومعناته أن الشركة لم يسجلتها فبالتالي لازم نسجلها بالسجلات من جهة السجلات إضافة ورقة قبض بإيراد فائدة هذه المبالغ راح تضاف والعمولة راح تستقطع إذن راح نضيف أوراق قبض محصلة 185 دينار ونضيف إيراد الفائدة 5000 ونطرح عمولة التحصيل 1000 دينار نقليها بين أخواس فقر الثاني هناك إيداع في 30 ثلاثة يعني في نهاية الشهر آذار بمبلغ 42 ألف دينار تم رساله من الشركة إلى البينغ مدام الشركة أرسلتها إلى البينغ إذن الشركة تعرف بي ومسجلتها لكن لم يظهر ضمن كشف البينغ لم يظهر يعني البينغ مضافة على رصيدنا فبالتالي هذا نسميه إيداع بالطريق لازم نضيفه على جهة كشف البينغ هنا إيداعات في الطريق 42 دينار النقطة الأخرى بلغت السكوك المحررة من قبل الشركة إلى الموردين اللي هم الدائنون خلال الشهر 182 ألف دينار إذن الشركة هي المحررة هذه السكوك وتم سحبها من المصرف بالكامل باستثناء السك المرقم 0012 بمبلغ 14 ألف دينار حيث لم يظهر ضمن السكوك المصحوبة من المصرف إذن هاي السكوك انسحبت ما عادة الـ 14 إلى الدينار السكوك اللي بمبلغ 14 ما نسحب الشركة مسجلتها لكن ما نسحب من المصرف نسميه السكوك موقوفة السكوك الموقوفة عادة نطرحها من جهة كشف البينغ هنا راح يكون مكانها أربعة عادة البينغ سكوك بمبلغ 26 الدينار إلى الشركة مرفقاً مع كشف البينغ لعدم إمكانية تحصيل قيمته من حساب المدين بسبب عدم كفاية الرصيد إذن هذا السكوك اللي يرجع لنا ومأشر عليه السكوك مرفوض عدم كفاية الرصيد لازم ننزله من سجلات الشركة هنانا نسميه سكوك مرفوضة وبين قوسي المدينين لأنني بالقيود راح ستجزى مدينو 26 الدينار خليه بين أقواس دلالة على عملية التنزيل أو الطرح خمسة استقطع البينغ مصاريف خدمات البالغة 2500 دينار إذن هذه البينغ هو الاستقطعها إذن هو يعرف بيها ومسجلها بسجلاته وظاهرة ضمن كشف البينغ لكن الشركة ما مسجلتها فراح تسجلها في سجلاتها ضمن كشف المطابقة راح نطرحها من السجلات مصاريف خدمات البينغ نسميها 2500 دينار ستة تم تحرير سيك بمبلغ 235 دينار لشراء أثاث لكن سجل بالخطأ من القبل المحاسب في دفترة اليومية بمبلغ 253 دينار هذا الخطأ صار بسجلات إذن نحن راح نعاملها ضمن السجلات مدام أنا أحرر السيك إذن حسابي يفترض أن يقل لازم يقل بمقدار 235.000 دينار هذا الوضع الطبيعي لكن المحاسب بعد ما سجل بـ 253 فهو خفض حسابي بأكثر مما يجب لذلك لازم نرجع الباقي ونضيفه على رصيدنا إذن الفرق راح يكون ضمن اليضاف هنا راح نسجله تصحيح أخطاء بين قوسيا أثاث الخطأ صار مع الأثاث والخطأ هو مقدار الفرق 18 دينار هو الفرق بين الـ 253.000 والـ 235.000 دينار سبعا أضاف الباينغ بالخطأ إذن الارتكاب الخطأ هو المصرف إذن نالزم الصحح من جهة المصرف أضاف الباينغ بالخطأ لحساب الشركة يدعى بمبلغ 9.000 دينار واتضح أن المبلغ يخص شركة أخرى ما يخصنا إذن طالما هو أضافه بالخطأ لازم يوخرى من حسابنا فلازم نثبته ضمن اليطرة إداعات بالخطأ 9.000 دينار الآن راح نبدأ نشيك الرصيد الصحيح بموجب السجلات والرصيد الصحيح بموجب كشف الباينغ لازم يكون الرصيديا متشابهة متطابقة معنات أنه أحصينا كل الاختلافات إذن الرصيد الصحيح هو 603.500 دينار كلاهما كان رصيدهم غير صحيح أو غير دقيق لا المصرف ولا السجلات لكن الصحيح هو 603.500 الخطوة البعض هي الشركة راح تبدأ تسجل قيود حتى تتعدل رصيدها راح تسجل قيديا القيد الأول هو لإضافة هذه المبالغ إلى رصيدها لدى الباينغ أو في حساب الباينغ فإذن راح نجعل حساب الباينغ بالطرف المدينغ راح نجعل حساب الباينغ بالطرف المدينغ ورح يكون إلى مذكورين أو راقبض 125.000 دينار وإيراد فائدة 5000 وحساب الأثاث هذا ما تلخطى اللي صار 18.000 بجموحها المبالغ هو 148.000 دينار هذا بالنسبة للإضافة أما بالنسبة للفقرات اللي تطرح هذه الثلاثة إذا راح نسوي بها قيد محاسبي طالما ما نرد أطرحها فلازم أخلي حساب الباينغ دعاً بالقيد المحاسبي ورح يكون من مذكورين هنا رح يكون من مذكورين حساب مصاريف تحصيل 1000 دينار وحساب المدينون هذه الماتة السكوك المرفوضة وحساب مصاريف قدمات الباينغ اللي يتعام الباينغ إلى حساب الباينغ في مجموحها المبالغ رح يكون 129.500 إذا نحن نسجل قيدياً قيد لإضافة بعض المبالغ وهي قيد لإطرح أو خصم بعض المبالغ فراح يكون الباينغ دائن بالنسبة للإطرح وهي الباينغ يكون مدينغ بالنسبة للفقرات اللي تضاف بعدها رح نرصد حساب الباينغ بمجيب السجلات الرصيد قبل التعديل كان هو 485 دينار مدين سجلنا قيدياً قيد 142 إلى مذكورين لأنه بي عنده تفقرات وقيد آخر كان الباينغ دائن 29.500 من مذكورين الجانب الأكبر هو هذا فبالتالي رح نجمعه رح يكون 633 الخطبة والطرفين الجانب اللي ممتوازن هو الطرف الدائن رح يكون عندي فرق هنا هذا الفرق مقداره 603.500 دينار نسحبه للطرف الآخر المدين وهنا نكتبع لي رصيد منقول وهنا رصيد مرحل هذا الرصيد النهائي هو نفسه الرصيد الصحية يعني رصيد الباينغ بعد التعديل نلتقيكم بدروس أخرى تحياتي ترجمة نانسي قنقر